المصري لو انا راجعت اه في الكود ايه المصري اللي على بيه ما تزيدش عن كام هنراجع في صفحة كام? صفحة متين خمسة وعشرين في الكود ايه المصري? صفحة متين خمسة وعشرين. نشوف بقى الكود المصري قال لك ايه? اهو قال لك الكلام نفسه منقول من الكود الامريكي. عرض العمود ما يقلش عن تلاتين سنتي تلتميت ملي. اللي على بيه ما تزيدش عن اربعة من عشرة. يعني اللي تقل النسبة نسبة البعد الاصغر الى البعد الاكبر عن اربعة من عشرة. يعني يا جماعة نخلي بالنا ان العمدان اللي انا بصممها في البرج بتاعي دلوقتي لازم احدد مبدئيا هل انا حصمم العمدان ديت كان هي من منزومة او من منزومة او من منزومة او من منزومة لازم محدد في الاول البورج بتاعي ده. طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل لما نخش بقى ونقول البورج ده موجود في انهي منطقة زلزلية. بناء على المنطقة الزلزلية اللي هيبقى موجود فيها البورج. وبناء على ارتفاع البورج هلاقيني مجبر اخاك الله بطل هقول لك لازم انا اصمم العمدان بتاعتي على ان هي يا اما اسبيشيال يا اما انترميديات يا اما اورديناري. فعشان اصمم العمدان لازم اكون عارف اشتراطات العمدان بتاعتي. وبعد شوية بعد ما اخلص بقى انا موضوع السيف وتصميم البلاطة حبدأ اصمم الكاميرات. لازم برضو الكود بتاعي لازم هيحدد لي برضو اقل انا هشتغل عليها في تصميم الكاميرات. يبقى ازا اقل عرض للعمود لو هو تلاتين سنتي. اقل عرض له تلاتين سنتي. لو هو انترميديات اقل عرض له عشين سنتي. طيب ايه اللي على بيه? لو هو اتنين ونص. ايه اللي على بيه? خمسة انترميديات. طيب موضوع بقى تكسيف الكنات. قال لك فيه موضوع تكسيف الكنات. هنشوف بقى موضوع تكسيف الكنات. هنشوفها فيه فيه الكود. فيه الكود المصري صفحة متين تلاتة وعشرين يعني قريبة من هنا هي صفحة متين تلاتة وعشرين. حنيجي نشوف بقى اعمدة الاعمدة اللي هي آآ زات الممطودية المحدودة اللي هي الانترميديت. لا مش آآ حنشوفها بقى فوق شوية في البداية. اهو. حنشوف بقى التكسيف. التكسيف قال لك في الاعمدة هي. التكسيف قال لك في الاعمدة في البانده هوت في الكود المصري في الباب السادس هنشوف بقى التكسيف بتاع العمدان. في الاعمدة هنكسف الالكانات لمسافة اللي نوت. اللي نوت دي قد ايه? اللي نوت دي ارتفاعها قد ايه يا بشبهندس حسب الكود المصري? قال لك اللي نوت دي. لو انا جيت شفت العمود اللي قدامي دهوت. لو انا بقى جيت شفت العمود اللي هو قدامي هنا. لو انا شفت بقى العمود اللي قدامي اهو. هلاقيه هنا. هنا القود الهندي قال لك اتش على اربعة. بكسف كناتي في ارتفاع اهي اتش على ستة. لا والله ده الكود اهي اتليست اه اتليست الديامتر او اتش على ستة او خمسة واربعين مئة سنطي. ده الايه? ده منطقة تكسيف. ايه الكنت? هنا بكسف في المنطقة دي اللي هي تحت الكاميرا على طول. واللي فوق السقف مباشرة. وفي نهاية العمود من تحت وفي منطقة النص اللي هي الايه اللي فيها اللي هي فيها الوصلة بتاع العمود. وصلة بتاع حديد التسليح بتاع العمود. يبقى اذا لو انا بكسف. لو انا بكسف فقا لازم اكسف الكنت. هكسف الكنت دي لمسافة قد ايه? لمسافة سوس ارتفاع الصافي للعمود. يعني لو انا عندي العمود اللي في البرج بتاعي. ارتفاعه تلاتة انا عندي ارتفاع الدور تلاتة متر وربع. شيل منه كمرة. شيل منه كمرة ستين سبعين سنتي. يبقى انا باتكلم هنا يا باش مهندس. سبعين من تلاتة متر وربع. يبقى انا عندي كام ستة متر خمسة اه اه اتنين متر خمسة وكم? خمسة وستين. اتنين متر خمسة وخمسين ده ارتفاع الصافي للايه? اتنين متر خمسة وخمسين لو انا اه طرحت لو يبقى ده ارتفاع الايه? ارتفاع الصافي بتاع العمود. لو انا قسمته على ستة يبقى ازا الايه? يبقى ازا اكسف لمسافة اتنين واربعين سنت. البعد الاكبر للعمود. البعد الاكبر للعمود يعني يا باش مهندس يعني لو انا رجعت هنا بقى لو انا رجعت بقى للقطاعات بتاعتي. لو انا رجعت للقطاعات بتاعتي اللي هي قدامي دي. اه يعني البعد الاكبر للعمود. يعني لو انا عندي عمود طوله اتنين متر وعشرة. اتنين متر وعشرة. لازم اكسف لمسافة اتنين متر وعشرة. واحد اقول لت ازا كان ارتفاع العمود اتنين متر خمسة وخمسين او تلاتة متر. اكسف لتنين متر وعشرة من فوق وتنين متر وعشرة من تحت يعني انا كده محتاجة اربعة متر يعني انا اذا هنكسف على ارتفاع العمود بالكامل الكود بتاعنا هو اللي قال كده الحاجة التالتة الحاجة التالتة اللي انا هشتغل عليها او خمسين ميلي او خمسمائة ميلي يعني خمسين سنتي سوتس ارتفاع العمود البعد الاكبر للعمود ده الكود المصري قال كده هلاقي نفس الكلام منقول من الكود الايه? من الكود الامريكي اهو. لو انا راجيتي بقى للكود الامريكي باتكلم على الحديد التسليح اهو. قال لك ي hogy ده الحديد الافقي التسليح الافقي اللي هو الخاص بالكنالات. زي دي يسوق?. قال لك هو التسليح هنا بايه وبيوسي قد لك? قال لك اهي لمسافة المسافة دي الاكبر من ايه او بي او سي. الايه قال لك ان هي عبارة عن بتاع المنبر بتاع المنبر الاكبر. اه يبقى ازا اللي هو ايه طول العمود. او اه يعني بتاع العمود. او ربع مية وخمسين ميلي اه اللي هي عبارة اه الفرق بين الفرق بين الكود المصري والكود الامريكي اللي هي ايه بدل خمسة واربعين سنطي استخدم خمسين سنطي. طبعا الكلام ده انا بتكلم في الاسبيشال مومنت ريزيستنس فريم. الاسبيشال مومنت فريم هو نفسه اللي موجود في الكود المصري. بقى ازا الكود المصري منقول من الكود الامريكي. ويبقى في الحالة دي انا بقى بكسف الكنات للمسافات اللي احنا قلنا عليها قلنا عليها دلوقتي. طيب. المسافات اللي انا دي المسافات يعني دي المسافة بتاع التكسيف اللي هي او طول العمود او خمسة واربعين سنطي. طيب. احط بقى دي المسافة التكسيف. احط بقى كم كان في المتر? احط كم? احط انا بقى كم كان في المتر? لو انا رجعت بقى في الكود المصري هلاقي الكود المصري قال لي ايه? قال لي اهو هيبين اللي بقى هنا كام كان في المتر اهي لو انا عندي بقى اطارات اللي هي الاعمدة ذات الاطارات المحدودة اللي هي المسافة ايه السنوت دي هتساوي ايه? قال لك تمن مرات قطر اصغر سيخ تسليح بالعمود يعني يعني لو انا عندي حديد قطره ستاشر ميلي يعني تمن مرات اضرب الستاشر في كام في تمانية اضرب الستاشر في التمانية تمن مرات اضربه في تمانية اه يبقى تمان مرات يعني يعني مية تمانية وعشرين ميلي يعني حوالي اتناشر سنتي وتمانية من عشرة يعني لو انا اسمت المية سنتي المية على المتر يعني على اتناشر وتمانية من عشرة يعني بتكلم في حوالي سبع كنات وتمانية من عشرة تمن كنات في المتر او اربعة وعشرين مرة قطر كانت العمود نفسه يعني لو الحديد بتاع العمود كانت ايه تمانية ملي تمانية ملي اضربها في اربعة وعشرين يعني بتكلم في مية اتنين وتسعين هتبقى ايزا اكبر او نصف اصغر بعد للعمود يعني لو انا عند العمود عرضه تلاتين سنطي اسمتها على اتنين يبقى ايزا بتكلم كل خمستهاشر سنطي احطك اه ولو العمود عرضه عشرين سنطي احط اه كل عشرة سنطي كانت دي تعني لي ايه يا بش مهندس كلما قال عرض العمود لازم اكسف الكنات يعني بياخد تكسيف اكثر في الكنات عدد الكنات في المتر او ايه او الحاجة التالتة اللي هي المية وخمسين ملي يبقى ايزا اختار الايه اختار الايه اه يجب ان لا تزيد المسافة في المنطقة الحيسو اس حيسو اس نقط بناخدها القيمة الاصغر القيمة الاصغر من الاربع حاجات اللي قدامي ده هما طبعا ده لو هي اعمدة ذات ممطولية محدودة يعني لو انا بقى رجعت للكود الامريكي هلاقي الكود الامريكي قال لي ايه في القصة ديت القود الامريكي قال لي ايه في القصة ديت هقول لك اهو نرجع بقى للكود الامريكي اهو نشوف صفحة تلتمية واربعين قال لي هنا هو هيقول لي هنشوف بقى الايه التكسيف هيتم ازاي التكسيف بقى هيتم الايه هيتم ازاي اهو قال لك العمدانة هي العمدانة هيت قال لك الكلوم الكولوم قال لك ايه اه هنا هنا اد بوس اند اوف زا كولوم الهوك شال بي بروفايدت الاس نوت اللي هي المسافة بقى التكسيف اهي. قال لك نختار ا او ب او سي. زي الكود المصري بالزبط. قال لك تمن مرات اهي. قال لك التكسيف اهو. تمن مرات. قال لك ايه. تمن مرات قطر السيخ الرأس. اهي. تمن مرات قطر السيخ الرأسي. اهي. يبقى الكود الامريك المصري منقول من الكود الامريك. تاني حاجة اربعة وعشرين مرة قطر الهوب الهوب بار. قطر الكان. اهو نشوف الكود المصري. قال لك اربعة وعشرين مرة قطر. يعني الكلام منقول من الكود الامريكي هو نفسه الموجود في الكود المصري. قال لك يعني نص عرض العمود. نراجع الكود المصري. قال لك نقص البعد الاظهر للعمود مية وخمسين ميلي الكود الامريكي قال لك ايه تلتمية ميلي يعني تلاتين سنطي يعني تلاتين سنطي طيب يبقى ازا انا بكسف لازم اكسف الكنات طب واحد هيجي يقول لي انا التكسيف بتاع الكنات ده بيعمل ايه يا باش مهندس قال لك ان التكسيف بتاع الكنات في الاعمدة وفي الكاميرات زي ما هنشوف بعد كده قال لك ده بيزود في العمود ولما زود قيمة الدقتيلة في العمود يبقى ازا انا العمود بتاعي هيحصل له ايه هيحصل له تشكل لما زود بقى الكنات هنا هو كسفها في مسافة اللي نوت وحط واحترم المسافة الاس اللي هي بين الكنات يعني زود عدد الكنات والكود الامريكي قال لك ان الكنات دي المفروض ما زودش يعني الكنات ديت المفروض ايه يعني بتبقى بتصل لعشرة في المتر ومن تمانية العشر كنات في المتر يعني انا لو شفت الكود الامريكي لو شفت انا بقى الكود الامريكي صفحة تلتمية وخمسين صفحة تلتمية وخمسين الكود الامريكي حلاقي ان الكنات حلاقي ان الايه الكنات لازم هتزيد اهيه لازم هتزيد الكنات آآ في الايه في ده بالنسبة للسبيشيال مومنت رزيستنس فريم طبعا بليه الوضع بيختلف بالنسبة للايه لتكسيف الكنات قال لك ان هو ربع المينمم قال لك هنا الاس بيسنج بقى الاس بيسنج الاس بيسنج الاس بيسنج وان ربع المينمم دايمينشن بتاع الايه بتاع العمود يعني ربع آآ ربع آآ اقل عرض للعمود او ست مرات قطر الحديد الرأس بتاع العمود او الاس دي او بنحط الاس نوت دي عبارة عن عشرة زائد آآ تلتمية وخمسين ميلي ناقص اتش اكس على تلاتة الاس دي لو انا رجعت بقى للشكل اللي قدامي دهو الاس دي اللي هي اللي هي آآ اكبر قيمة للأكس اي اللي انا بقسمها بين الافرع الرأسية والافرع الرأسية لو انا رجعت للكود الامريكي حلقيها المفروض ما تزدش عن خمسة وتلاتين سنطي اما الكود المصري المفروض المسافة اكس دي ما تزدش عن خمسة وعشرين سنطي وفيه حاجة مهمة جدا فيه الاعمدة ان انا لازم احط تلت اسياخ في كل صيد يعني كل صيد مايقلش عن تلت اسياخ الكلام ده موجود في الكود المصري اما بالنسبة اه لو انا بقى شفت الاس اللي هي المسافة الرأسية لما اجا استخدم العمود بتاعي واصممه كأنه الاس نوت بقى كان بما هي نوت اجزيد ما تزيدش عن مية وخمسين ملي وما تقلش عن مت ملي يعني ما تزيدش عن عشرة سنت في المتر يعني عشر كنات في المتر يعني ما تقلش عن سبع كنات وما تزيدش عن عشر كنات في المتر ده بالنسبة للكود الامريكي للكنات اعتقد ان انا كده اه وفيت بقى موضوع التصميم وبينا الايه وبينا في الحالة ديت ازاي هسلح وازاي هعبر عن الايه عن التسليح بتاعي وفي النهاية اه حاجب بقى الاعمدة وقطعاتها اللي موجودة في الدور الاخير عشان ابدأ احط بقى الايه الاعمدة ديت على برنامج السيف حشوب بقى الايه ادي العمدان انا عملت فايل هنا جديد سميته اللي هي اه اه ابعاد الاعمدان في الدور الاخير ابعاد الاعمدة في الدور الاخير عشان انا قلت الاعمدان بتاعتي اقل ما يمكن في اخر دور وبالتالي اقل اه قطاع للعمود هيحصل هو ده اللي هيحصل عليه البنش والمفروض ان انا صمم السقف بتاعي على اقل ابعاد للاعمدة لان زي ما انا عارف العمدان هتأثر معايا في قيمة الدفليكشن الخاصة بالبلاطل في لاتسلاب لان البرنامج السيف اساسا بيدخل معاه عزم القصور الزاتي المومنت اللي هي قيمة الجساء بتاع الاعمدة لما بيجي يحل السقف ده على اما بنيجي نحل السقف ده على برنامج السيف يعني اخد اقل ابعاد للاعمدة اللي هي بيكون في الادوار العليا طيب انا عندي برنامج السيف اهو ادى ادى الايه ادى برنامج الايه برنامج السيف وده الفايل بتاعي لما انا كنت حلو قبل كده وحلو قبل كده اللي هي هاخد الفايل ده واعمل له سيف اس ليه لان انا سيف اس وحسميه وحسميه اه وحسميه لست لست ايه لست فلور يعني الدور الاخير هسميه لست ايه لست فلور اه عشان ايه عشان بعد كده دي العمدان اللي هي اللي انا كنت شغال عليها اللي هي التلاتين اللي هي عبارة عن التلاتين في خمسين سنتي طبعا العمدان دي انا هبدأ اشيلها وحط العمدان اللي هي الاكشوال اللي هي موجودة اللي انا رسمتها دلوقتي في اه في الفايل بتاعي انا هنا هو رسمتي كمان يبقى ازا العمدان لما اجرسمها اهو العمود هنا بس انا هنا غيرت اسمه بدل سيف كولوم حطيته سيف كولوم واحد وشلت العمدان القديمة اللي هي كانت سيف كولوم بس على اساس لما اجي اعمل لها في برنامج السيف يبقى ازا هي دي اللي هتخش معايا اعملت حاجة برضو سميتها سيف من واحد اللي حطيت على حدود العمدان خطوط اه وهمية هحطها عشان بعد كده اقصر بقى الكاميرات اقصر طول الكاميرات الفعلي اقصر طول الحوائط اللي اللي انا بحط عليه الحوائط اللي هي بتاع الول اللي هي الحوائط اللي هي المبنى المباني حوائط المباني عشان اقلل طولها طيب هرجع بعد كده هخش انا بقى على على ده امسح الاول امسح الاول الاعمدة القديمة اللي عندي هقول له هنا سليكت سليكت الكلوم واختار بقى كل العمدان اللي كانت عندك وبعدين هيقول لك بالله انا اخترتها هو عند اربعة وعشرين عمود هقول له توقع الله دلتهم لي ها يبقى ازا هو دلت كل الايه كل الاعمدة اللي عندي اهو تمام هاجي بعد كده هقول له فايل امبورد حتلي بقى دي اكس اف حتلي الايه حتلي اه دي دابلو جي هقول له وسط اللي هي العمدان بتاع اخر دور هقول له والله يحط هالي هنا بالمتر هقول له ماشي ممكن هنشوف بقى اعمل ايه هقول لك ران ماشي ممكن يغيب شوية لما لقيه غاب كده معايا ومش عايز يجيبه اضغط على ايه والتاب اللي هي على الكيبورد حيقوم جايبلي على طول اقول له ماشي توقع الله طلع هاتلي بقى الفايل بتاعي اهو بدأ يدخل العمدان بتاعتي الجديدة الحلوة الظريفة نسيت انا اقول بقى ايه ان انا عندي انهو العمود ده طبعا العمود ده هو العمود هنا العمود ده مش هيخش لي بالشكل ده في برنامج السيف طب اعمل ايه واحله ازاي ابدأ احط بقى انهو لاين جديد في قلب النص في النص العمود وسميته هنا شير وال اه سيف شير وال يعني انا هدخل بقى العمود ده كأنه شير وال لان انا ما عنديش في السيف اه اه عمود ممكن اعرفه بالشكل ده بس يعني فده عشان اقدر اتغلب على الايه على القصة ديت هخش انا بقى هنا على الارشتكت بلان هقول له دي سيليكت اختار لي بس الايه العمدان اهيه هابدأ اختارها هقول له والله بقى ايه وشي اللي بقى الايه اخفي لي بقى البلطات والاسلابز والنن اه وكل الحاجات اللي هيا اللي عندي القديمة هيبقى نشيل بقى كمان برضو الايه الاستريبات اهيه نشيل الاستريبات اهي اهي برضو شاعة الاستريبات يبقى هو ساب للايه الاعمدة هقول له ارسم لي بقى الاعمدة العمدانDINGا هو كلهم واحد القديم اللي انا كنت شغال عليه هقول له والله يحطين العمدان اه ارتفاع العمدان تلاتة متر واربع خلاص احقفهم وك ticksهم مرة ايه مرة واحدة يبقى ازا هو رسم لي الاعمدة الجديدة بس لو نلاحظ العمدانة القديمة مع ايه ما رسمهاش ما رسمهاش يبقى ازا نطمئن على شغلي اهو وبعدين اعمل له عشان اتاكد اهو تمام يبقى ازا هو ايه اذا العمدانة هي رسمها تمام زي الفولد العمدانة الجديدة هو طبعا رسم لي هنا عمود انا مش عايزه العمود ده انا ايه انا مش عايزه ادلته اقول له اختاره كده واقول له وبعدين اقول له بقى ايه طب نطمئن تاني نطمئن تاني طب العمود ده هو مدور ولا ايه العمود ده هو عمله عمود مستطيل بدل العمود المدور ممكن اقلبه بعد كده واعمله انا ايه اعمله عمود مدور ايه هنرجع بعد كده ناخد الشير وال ناخد الشير وال اهي ناخد الشير وال ونخفي بقى ديت اهيت بدأت تظهر هنا هو. هقول له والله ارسم لي ان هو تيرول. ديت اه زي ما انا شايف. ها اعمل هنا تلاتة متر اه وربع. تلاتة متر وربع ارتفاعها. فوق السقف مش همحتاج. يبقى ازا ابدأ ارسم. هنا هو اقف عليها واقول له اه تيرول. وبعدين. اه اللي هنا برضو اقول له اه تيرول. وبعدين اللي هنا اقول له اه تيرول. وبعدين اطمئن بقى عليه على الايه على الرسومات بتاعتي اهي. يبقى ازا هنا كده وهنا كده. طب هنا كده وهنا كده. يبقى ازا نطمئن على الجزء الاوصل لان انا مش مرتاح له نفسيا. يبقى نعمل البلان الاول وبعدين نجيبه اللي في النص هو الاول. نرجع نزوم عليه. اهو نرجع نزوم عليه. اهو كده. وقول له خلاص طيب. اه وبعدين اجيب التاني اهو. اهو. وبعدين اجيب ده كده. وبعدين اقف على ده اقول له اد ماشي. وده اد ماشي. بقى انا كده اجيبته. ايه اجيبت العمود بل ايه بك انه شيرول. طبعا ايه وبعدين اطمئن تاني بقى ارجع بقى الحاجات اللي هي انا كنت خفيها. وارجع اللي هي ارضي بتاعتي. اللي هي بتاعت الونال. ارجع كل حاجة هيت. وبعدين اشيل الاكسترود. اشيل الاكسترود القديمة. وبعدين اطمئن بقى الاحمال بتاعتي. اهيه. اقول له هنا هوت. اه ده ديد لود. وبعدين هاتلي. اهو. وبعدين ده اللايف لود. طبعا. اللي هو في البلكونات كان زيادة. تلتمية. وفي الحمامات. والشغل القديم بقى اللي احنا كنا شغالين عليه. وده اهو. وبعدين اجيب بقى الول الحوائط. وهي دي اللي محتاجة بقى مني شوية شغل. دي بقى محتاجة شوية شغل. لان العمدان هنا اتغيرت. يعني لو انا اخفي بقى. لو انا اخفي البلاطة بس. اخفي بقى البلاطة. عشان ابدأ ايه? عشان ابدأ اللي اشوف. اخفي لي بقى البلاطة. واخفي لي بقى اللي هي الاستربات ديت. انا مش محتاجة برضو دلوقتي. اشوف بقى ايه? اشوف بقى اللي ايه? العمدان. اعمل فيها ايه? مع المفروض طبعا العمود بتاعي. العمود بتاعي اهو. العمود اه العمود هنا اختلف. الصيز بتاعه. هنا هو برضو مختلف. لازم ايه? ابدأ اعرف اه ابدأ بقى اعرف النم واحد ده. ابدأ اعرفه واشيل بقى الول. واهي اهي 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 العمدان الابعاد الجديدة بتاع الايه? بتاع العمود. ابدأ اسحب الايه? ابدأ بقى اسحب الحوائط. هنا اهيت. هنا مفيش. يبقى ايزا اعمل لازم ايه? اه 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 مفروض ان انا ايه? اه اه اما اعمل اسحب بقى العمود هنا اهو. هنا كده. يبقى ايزا الكلام ده طبعا هنشوفه ان شاء الله لانه هياخد مع ايه وقت والفايل طبعا ايه? اه كده زاد مع ايه فمش هقدر ارفعه على النت. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.